اشتركوا في القناة ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حلول قرآني تلك الحلقات التي نتناول فيها الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية ونحن كنا في الحديث عن ما نسميه التنبيهات المنهجية ضمن المحور الثالث التي نتحدث فيه عن المنهجية من المحاور الخمسة التي نتناولها في هذا البرنامج نسأل الله سبحانه بالحمد أن ينفع به وأن يتمه على خير وهذه التنبيهات المنهجية في الحقيقة هي بمثابة مقومات نجاح يعني حاجات لو رعناها وانتبهنا ليها هي مجموعة من المنهجيات أو مجموعة من الأصول أو مجموعة من الحقائق منارات طريق لو صح التعبير هذه الأصول أو المنارات أو المنهجيات يعني لو إحنا استصحبناها ورعناها كفيلة إن شاء الله بأن الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية أنه تؤدي دورها ونجد لها بركتها W أثارها طيب ه Hammari 대 نتكلم عن يعني تنبيه منهجي بعنوان الاعتراف والاقتراف الاعتراف والاقتراف الأعتراف إلى الإقتراف خلينا أقول بعبارة بسيطة أن الاعتراف هو أول طريق التخلص من الاقتراف الاعتراف هو أول طريق التخلص من الاقتراف للأسف الشديد احنا كتير مننا كتير مننا بيبقى في مشكلة والمشكلة دي موجودة المشكلة دي ظاهرة وكتير من الناس شايفينها واضحة جدا ورغم كده هو مش عايز يعترب بالمشكلة بيحاول يهرب من المشكلة دي كنت دائما بضرب لهم مثال لما كنا بنتكلم في موضوع الهروب من الفه بواحد مثلا دخل الطوارئ او اللي يسموها المستعجلات في المغرب دخل الطوارئ او في الاستقبال وبعدين بيشتكي من مثلا من وجع او نغزة في صدره فالطبيب قال له ماشا حاجة تمام دي دي ذبحة صدرية والذبحة الصدرية دي ربنا يعافينا ممكن تقلب بعد كده بجلطة على القلب او كده فانستأذنك يا ريت تعمل لنا الفحوصات التالية وليت تعمل كزا عشان انت حضرتك بتدخنه كمان مثلا مش وزنك يعني كبير وبرضه مش مهتم مثلا مش بتعمل رياضة او مش عارف ايه وممكن عندك كوليسترول العلي شوات حاجات كده نبهوا دي فالأس اذا حركت من الفحوصات التالية ضروري جدا علشان نتأكد ويعني يا ريت نعمل واحد نتا 4-5 مهم ما هو يعني سمع الكلام ده من الطبيب وكبر دماغه لقى الدنيا حلوه وبتاعه وتمامه زي الفل والدكتور بيكبر الموضوع بيهول وصم الدكاترة بيحبه يكبره المواضيع ومش عارفه كلام ده فللأسف الشديد هو يعني ما اعترفش فيه مشكلة يعني ما اعترفش فيه مشكلة اصلا وحاول ان هو يتجاهل حاول ان هو يتجاهل فتمر الايام ويجي هذا الشخص يعني محمولا على الاعناق للطبيب يجري بسرعة يبص عليه يعني بالكاد يدخلوا العناية المركزة يعني الحمد لله يلحقوه يعني ربنا عزيزي يأذن له بحياة اخرى لكن للأسف الشديد كان جاي المراضي بجلطة جلطة معناه ان هي جزء من عضلة القلب مات خلاص معناه ان هو يفضل طول حياته الفحوصات اللي هو كان يمكسل او تجاهل ان هو يعملها مرة يفضل يعملها مرات يعني عشرات المرات بعد كده هو كان يمكسل يعملها مرة وبعض الممارسات او بعض التنبيهات والتوجيهات اللي هو تكاسل عنها او تجاهلها هيبقى مضطر ان هو يراعيها عشان يعيش اصلا الامر كان ممكن يمكن تداركه من بدري خالص لو ان الانسان كان يعني باشر اللي حبل عليه الاعتراف اللي هو اول طريق التخلص من الاقتراف ولذلك ربنا سبحانه بحمد في القرآن الكريم حضرنا نحن بادر بالاعتراف وقال الناس اللي بتبادر بالاعتراف دي بتبقى اقرب ما تكون للتخلص من الاقتراف فربنا قالوا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخرا سيئا عسى الله ان يتوب عليهم فدول يعني سبحان الله ربنا تاب عليهم علشان هم اعترفوا بذنوبهم في حين ان ربنا ذكر لنا برضو اعترافات جاءت متأخرة جدا ما نفعتش اصحابها في حاجة زي وقالوا لو كنا نسمعوا او نعقلوا ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير اعترفوا لكن اعترفوا متأخرا ما فادهمش في حاجة نفس القصة برضو في قالوا ربنا امت نفنتين واحيت نفنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل فهل الى خروج من سبيل طب يعني دلوقت تقول هل الى خروج من سبيل ما انت كان عندك الفرصة نفس الكلام اللي بيحصل النهاردة مع المشكلات الانسانية كتير من انا ممكن عنده مشكلة بس مش عايز اعترف مش لازم ان حضرتك تجلس على كرسى اعتراف وتروح مثلا ولا مش لازم حراك تفضح نفسك ولا تقعد مثلا تكتب بوست على الفيسبوك ولا تقول انا مش عارف فلان الفلان اللي عندي المشكلة الفلانية اللي بعانيني المسألة الفلانية مش لازم مش لازم اللقطة تكون كده يعني يكفي ان انت بينك وبين نفسك تعترف ان في مشكلة حقيقة وانك تاخد خطوات فعلا يعني خطوات جادة لحل هذه المشكلات ان انت ما تتصورش ان هيكون في تخلص من الاقتراف اللي انت وقعت فيه وانت ما بشرتش الاعتراف لدرجة ان حتى الناس دي مش بتعترف لربنا يعني حتى بيستنكفوا انه هو يعني هو دايما يكون اقول الاستنكاف عن الاعتراف بالاقتراف استنكاف عن الاعتراف بالاقتراف هذا الاستنكاف عن الاعتراف بالاقتراف للأسف الشديد انه هو حتى بيحصل مع ربنا انه هو حتى ما بيعترفش بتقصيره او بذنوب في حين ان سيد الاستغفار سيد الاستغفار هو اللي فيه اللهم إني عبدك ابن عبدك اللهم أنت ربي عذرا اللهم أنت ربي لا إله دا سيد الاستغفار يعني اللي عنده هذا السلوك هو من احسن الناس استغفاره لله سبحانه وبحمده فليه الواحد فينا مش عايز يعترف ليه بيهرب من الاعتراف ليه بيهرب من الاعتراف رغم انه هو ممكن يقدر يعترفه وممكن البنية تبقى تمامه زي الفل فليه بيهرب من الاعتراف والاعتراف ده يكون طريق تخلص من الاقتراف ليه بيه عنده استنكاف من الاعتراف بالاقتراف ليه بيه عنده استنكاف من الاعتراف بالاقتراف ليه بيستنكف يستنكف ان هو يعترف فالنهاردة وانت عندك مشكلة او انت عندك مشكلة طب ليه احنا بنستان كيف نعترف انا والله ايو عندي المشكلة فانية ربنا تبع علي يا رب بس ياري تساعدوني بس ان شاء الله يكون كويس تقول لي زوجها ساعدني يقول لي زوجته ساعديني قول لي حواليه ساعدوني بل حواليه بيحبوه هم عايزين يساعدوه طب ليه 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 ما يحصلش الكلام ده للأسف الشديد ببقى في استنكاف عن الاعتراف بالاقتراف وبنتصور ان ده بيعمل ايه ان ده يعني بينقص من قدرنا ولا ده بيوحش منظرنا في حين نوعه في الحقيقة بالعكس بيرفع من قدرنا وبيعلي منظرنا عكس ما نتصور او نتوحم تماما 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 المشكلة ان بتصل مش بس مع البشر لا بتصل نوعه كمان حتى مع ربنا سبحانه بحمدي هو ما بيعترفش يعني اذنب ما بيعترفش قصر ما بيعترفش فهذا الأسف الشديد التأخر في الاعتراف بالاقتراف او ذاك الاستنكاف عن الاعتراف بالاقتراف بيصل بالانسان في الاخير لاشكال كبيرة فيعني المهم دي يعني دي طيب دي كانت يعني مشكلة موجودة للأسف الشديد متعلقة بالاعتراف والاقتراف وزي ما قلنا هذا التأخر او تأخير الاعتراف بالاقتراف هذا الاستنكاف عن الاعتراف بالاقتراف للأسف الشديد بيوقع العد في مشكلات كبيرة جدا وفي ازمات ضخمة طيب دي كده مشكلة في مشكلة بقى مرتبطة بهذه المشكلة يعني ممكن بعض الناس مشكلته تنتهي عنده ان هو ما عندوش اعتراف بالاقتراف او عنده استنكاف على الاعتراف بالاقتراف لا في بقى اقترف كذا اي فعل كذا يعني في بقى مشكلة مرتبطة بهذه المشكلة الا وهي مشكلة تبرير القصور او التقصير او تبرير الشعور مشكلة التبرير السمية ده من مشكلة التبرير والتطهير مشكلة تبرير التقصير تبرير القصور تبرير الشعور ده بقى ده اشكالتين هذا النوع من التبرير بيؤدي الى التأخير والتدمير هذا النوع من تبرير التقصير او تبرير الشعور او تبرير القصور يؤدي الى التأخير والتدمير هو يمكن ده واحد من الاسباب فكرة التبرير بقى ان الانسان يقع في فخ الايه التبرير بدل ما ينشغل اكتر بالتطهير وينشغل اكتر بالتطوير يقع في فخ التبرير للأسف الشديد طب ما انت بدل ما تقعد يبرر لمن بقى بيبرر لنفسه بيبرر للي حوله بل مع الوقت بيتخيل ان هو كان بيبرر لربنا فهذا الانشغال بالتبرير انه عنده تبريرات ايه تبرير للايه لهذا التقصير عنده تبرير لهذا القصور عنده تبرير لهذا الشعور هذا التبرير للأسف شديد بيتسبب في تأخير تأخير للايه للاعتراف بالاقتراف بيتسبب في تدمير لانه يبقى عنده استنكاف عن الاعتراف بالاقتراف للأسف الشديد فهذا التبرير للتقصير بدل ما الانسان ينشغل بالتبرير ينشغل بالتطهير والتطوير يليه مشكلة طب ماهم ايه يعني مين مننا ما عندوش مشاكل إنه ما عندهش أخطاء، إنه ما عندهش أزمات، إنه ما عنده الزنوب، عادي جدا، إنه مشكلة يعني إنما للأسف الشديد إن الإنسان تصوره، تصوره أو توهمه إنه ده هنقص من قدره أو هيوحش منظره، بيخليه يعمل كده للأسف الشديد فيقع في التبرير بدل ما ينشغل أكثر بالتطوير وبالتطوير الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية مش هتعمل عملها كما ينبغي عند واحد أصلا هو لسه عنده أزمة في الاعتراف بالاقتراف يعني واحد عنده استنكاف عن الاعتراف بالاقتراف واحد عنده تبرير تقصير، عنده تبرير قصور، عنده تبرير الشعور بتاعه انت بتي ديقل ليه، مواصلها مش قادره cort spokesista ما slogan ما عنهم، نتعصب لي مواصلها كسرا مش قادرها هذا الذي لديه هذه الأشياء، هذا الذي لديه هذه الأشياء إزاي الحلول القرآنية تعمل عملها معاه ؟ تعال الفكرة يا جماعة إنه في موانع في حواجز في حاجات ما متخليش الحلول القرآنية تعمل عملها الموفوض إن هذه الموانع وهذه الحواجز احنا بيأخدين بالنا منها ومنتبهين لها كأنها حوائل تحول بين الإنسان وبين ما ينبغي أن يكون في هذا الباب علشان كده بننبه هذا التنبيه المنهاج الضروري جدا 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 مع الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية محتاجين المشكلة بتاعت حضرتك لو سمحت لو سمحت بلاش تأخير الاعتراف بالاقتراف بلاش استنكاف على الاعتراف بالاقتراف بلاش الله يبرك لك تبرير التقصير بلاش الله يبرك لك تبرير الشعور اللي هو سيء بيجي لك أو اللي بيقع في قلبك ده بلاش تبرير القصور بلاش الكلام ده لأن ده فعلا يفضي إلى تأخير تأخير زي ما قولنا الاعتراف بالتخلص من اقتراف يفضي إلى تدمير لما يوقع الإنسان في الاستنكاف على الاعتراف بالاقتراف وساعتها الحلوق قد لا يمش تعمل عملها يعني الحلوق لا يمش تعمل عملها أصلا فالشخص ده أصبح عنده مشكلة أصلا محتاج يحلها الأول ومن بعد حل المشكلة دي يكون بقى النقطة اللي بعدها فده تم بيه منهاجي مهم جدا بنأكد عليه النهاردة وده وده سبحان الملك بنشوفه بشكل واضح جدا بدون أي إشكال عند ناس كتير من الصالحين بنجد سيدنا آدم وسطنا حوام بيه استنكفوش نوم ما اعترفوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفرنا وترحمنا يكوننا الخاسرين سيدنا موسى بقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له عشان كده بنقول أن هذا الاعتراف أول طريق التخلص من الاقتراف نوفى حد ذاته أصلا بداية حل يعني هذه المشكلة الإنسانية بداية حلها أن الإنسان ما يكونش عنده استنكاف أو عنده تأخير لاعتراف بالاقتراف إن شاء الله نكمل رحلتنا مع تنبيهات من هجية أخرى تخص الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية نكتفي بهذا القدر اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة